اشتركوا في القناة 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 ايه رأيكم اكتبولي رأيكم في التعليقات هل فعلا الوصفات الطبعية دي ممكن تغير الشكل بالشكل دوة عفاف بقى كملت كلامها وقالت ضحكت وقالت لو عملية تجميل كان زمان الدكتور اللي عمل كده كسب دهب وده علش الناس كتير قاعدت تسأل على اسمه وصديقات كمان ليا من الوسط الفني ومن خارج الوسط الفني تواصلوا معي واتصلوا بيا وقاعدوا يسألوني انت عملت ايه عفاف قلت لهم كل مواد طبعية والاهتمام بعيدا عن الفلر والحاجات دي خدوا مني الوصفات دي بقى دي متجربة وكمان مش مكلفة عفاف تبعت كلامها وقالت عمليات التجميل بالنسبة لي مرفوضة تماما لانها بتسد الشكل للأسف بنلاقي ستات منامحهم بتتغير كتير وبيتحولوا لعفاريد الفن مفتوح والحواجب بتترفع والأنف بتظهر عن اللازم على فكرة مش عفاف رشاد بس كمان فيه كتير من النجمات الأجنبيات بيقولوا ان هم بيستخدموا وصفات طبعية ومنهم جوليا روبرتس قالت جوليا ان هي بتستخدم ماسك ماسك العسل لترطيب بشرتها الجفة وكمان بيونسي بشرتها دهنية وبتنسح كمان أصحاب البشرة الدهنية ان هم يستخدموا الفراولة كمؤشر للبشرة وايضا ميراندا كيرو كاتي بيرو وغيرهم كتير ايه رأيكم؟ هل فعلا المسكات الطبعية ممكن تقوم بدون عمليات التجميل ولا لا؟ انا مستنيها دايما اسمع عراقكم واتناقش معكم من خلال التعليقات اما عن رأيي الشخصي هقوله لكم في اخر الفيديو وطبعا ده للا هيستمر معايا لغاية اخر الفيديو نتابع كلامنا وزي ما تعودنا دايما تعالوا نتعرف اكتر على بطلت حلقاتنا نهاردة عفاف رشاد موليد 30 ديسمبر عام 1957 عفاف تخرجت من المعهد العالي للكونسوفتوار تزوجت فترة من الفنان سامي العدل بعد كده حدث الانفصال ما بينهم تزوجت عفاف بعد ذلك من المنتج محمد السكي اتجوزته فترة في خلالها انجبت منه ابنهما شاركة عفاف في 3 اعمال فنية من انتاج محمد السكي زي دورها في فيلم حاحة وطفاحة لكن عفاف للأسف اعلنت ان هي لم تحصل على اجر من مشاركتها في اعمال السكي قدمت عفاف اكتر من 200 عمل فني كان ما بين المسرح والسينما والدراما عفاف ارتدت الهجاب عام 2014 ارتدت المدة عامين فقط وبعد كده قررت خلع الحجاب يا ترى بررت ده بايه بررت عفاف ان السبب خلعها الحجاب هو اصابتها بالصداع النصفي وكمان الكهرباء الزايدة في المخ وقالت وقتها ان الحجاب هو حجاب القلب وليس الشعر بس سبحان الله مش عارف ايه علاقة الحجاب بالصداع والكهرباء الزايدة لو حد منكم يعرف سبب علمي للموضوع ده ياريت يكتب لي في التعليقات اما اخر عمل درامي شاركت في عفاف رشاد كان في رمضان الماضي كان مسلسل الاختيار واللي حقق اعلى نسبة مشاهدة في رمضان وده بسبب تناول وقصة الشهيد المنسي وقامت في عفاف بدور قم بخالد اسلام جمال والحقيقة دورها فيه كان جميل جدا اما من ابرز الاعمال اللي قدمتها في السينما كان العزراء والشعر الابيض ونساء خلف القطبان والارموط في ارض النار نجي بعد الوقت نتكلم عن الدراما عفاف شاركت في مسلسلات زي يا رجال العالم اتحده وبوابت الحلواني ونحن نزرع الشوك وحواريتي الشانزيليزي ونصف ربيع الاخر وادمه جميلة وغيرهم كتير الحقيقة اكدت لنا عفاف ان صورتها فعلا دون عمليات تجميل او دون فوتوشوب وقد لجأت الى مسكات طبيعية زي ما قلنا في اول الفيديو وده السبب في نظارة بشرتها والسبب كمان في صغر سنها وقالت ان هي لن تعجل ابدا في التصريح باجراها اي عملية تجميل وده اذا كان حدث بالفعل ودلوقتي اقول لكم عن رأي الشخص اللي جايز يكون صح وجايز يكون غلط وانا طبعا نستنيه زي ما بقول لكم اسمع رأيكم في التعليقات البسكات الطبيعية مسكات مفيدة فعلا ومسكات جميلة وفعلا بتفيد البشرة مش البشرة بس الشعر والبشرة حتى لو استخدمنا مثلا زي الاعشاب الطبيعية في الامراض بتكون مفيدة جدا لكن على فكرة ما بتكونش اساس او سبب وحيد في العلاج يعني لازم نستخدم جنبها الادوية مثلا ده بالنسبة للامراض اما بالنسبة للشعر او البشرة بتفيدنا فعلا بتشد البشرة وبتخلي شكل البشرة نظر وجميل لكن للأسف ما بشرش التجعيد وما بتعملش النتيجة الفضيعة اللي ظهرت بيها عفاف رشاد ولو جينا بصنا للصور صورها من كم سنة وصورها دلوقتي هنلاقي كان فيه تجعيد كتير في وشها طبعا ده بمناسبة عمل السن وكلنا هنتعرض للموقف ده مفيش أي مشكلة فيه وكل السن ولوه جمال دي حاجة طبعية هنمر بيها كلنا لكن بالنسبة للتجعيد اللي بتكون حوالين الفم أو بتكون في الجبين أو تحت العين وزي ما انتوا شايفين معايا في الصورة كان فيه طبعا عدد من التجعيد وده علشان عمل السن التجعيد دي في الصور والنيولوك الجديد اختفت تماما الحقيقة المسك ما يقدرش يعمل كل دوة يعني بتكون ليه قدرة محدودة بينظر البشرة بيخلي شكلنا أجمل شوية يعني بيعمل شوية الشغل كده في البشرة لكن ما يقدمش النتيجة الفضيعة دي النتيجة دي ما تجيش غير من عمليات تجميل وبرضه علشان نكون منصفين أنا من النهاردة هعمل مسكة عفاف رشاد وياريت انتوا كمان اللي سمعين معايا الفيديو دلوقتي تبتدوا في تنفيذها فورا وتكتبوا لي بقى بعد شهرين النتيجة كانت ايه وانا كمان هقول لكم عن النتيجة على فكرة جايز يكون رأيي صح وجايز يكون رأيي غلط انا طبعا مستنية اسمع عراقكم في التعليقات واتمنى ان رأي عفاف رشاد وكلامها يكون صحيح لان فعلا بكده هي هتكون قدمت لنا وصفة جميلة جدا لكل الستات ونصيحة هيلة جدا جدا للبشرة وكمان للشعر وطبعا مش للستات بس لان كمان ممكن الرجالة تستخدم نفس الوصفة للوش وبكده النهاردة نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو عن الفنانها الجميلة عفاف رشاد اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويا الله بقى بسرعة اكتبولي رأيكم في التعليقات انتظروني بقى في قناتي اسمينتي اليوتيوب وخبر جديد وحلقة تانية من قناتنا اتمنى ان شاء الله ان هي اتنالي عجبكم اشتركوا في القناة